خلينا نروح دلوقتي للأخبار اللطيفة اللي بناخد حضراتكم كده في جولة حول العالم مشان نعرف ايه الأخبار اللي بتحصل كده حول العالم بس أخبار لطيفة بقى هنبدأ باي حسام نبتدي بخبر عن الحيوانات وانتو حضراتكم عارفين ان انا دايما بكون معاكو في أخبار المملكة الخاصة بالحيوانات والغيبات والحيوانات الغريبة كمان الفصيلة القططية فصيلة كبيرة جدا منها الأسود والنمور والفهود والقطط بس في حاجة في النص كده يعني سبحان الله برضو ما بين القطة شوية وتحس انها يعني رايحة كده ناحية الفهد والنمر والحاجات دي اسمها القطة الافريقية يعني واحدة ست هي دي الحيوان اللي بقول لها حضراتكم عليه وحجمها كبير مش قد القطط بتاعتنا الدومستيكيتد او اللي هي القطط اللي بتبقى في البيوت حجمها بيبقى كبير شوية كده ممكن يوصل حجمها لقد كلب مثلا مهم ان فيه واحدة ست حظاها جميل قوي يعني عايشة في ولاية امريكية اسمها جورجيا دخلت تنام بتتقلب كده الصبح بصت جنبها لقيت القطة الافريقية دي في وشها على السرير صرخت وقامت تجري وتتخضت جدا وإيه اللي حصل وبتاع فالقطة تخضت هي كمان وجريت بعدين وهو ده بقى النقطة المفصلية وكل الرجالة يخلي بالهم الراجل جزهة فتح الباب قبل ما ينزل عشان الكلب يطلع يقعد في الجنينة بقى يا راجل عشان تفسح الكلب يخش قطة افريقية طعت في السرير جنب المراتك اكيد شاف يوم محدش شافه في التاريخ بس انا عايز اقولك حاجة المفاجأة بقى ان هي لما شافت القطة على السرير القطة ما خرجتش بره للقوضة هي القطة جريت استخبت او مش تخبت وقفت في كونر او في جنب كده في القوضة في ركن في القوضة وهم اللتين خايفين من بعض بقى انهم التلاتة خايفين من بعض هي وجزها والقطة هم التلاتة خايفين من بعض فالقطة فضلت شوية وبعدين هو جزها قاعد يحاول مع القطة طبعا بقى بتعمل أصواتها نعم وخرجت في الاخر اصلي دي القطة الافريقية دي حيوان بري طبعا حيوان شرفت يعني مش للقطة دي اللي أنت حتشوف القطة وتقول له يلا ويتهش القطة لا مش الحياة وان ده لا يوجد هس السلعوة طيب خليل نروح لقصة كامالتانية استثنائية الحقيقة ووغد ده مساحة كبيرة جدا من تداول انتشار على منصات السوشيال ميديا القصة دي بطالها شاب أمريكي اسمه ستان لاركن حصل له مشكلة مرضية ندرة جدا كانت نتجتها انه اتصاب باعتلال في عضرة القلب ومن هنا بدأ الأطباء المتخصصين انهم يشوفوا حل عشان ينقضوا هذا الشاب الحل انهم ركبوا له قلب صناعي وحطوه القلب ده في شنطة مجهزة يعلقها ورى دهره وفعلا اتكتب له عمر جديد بفضل الله وتحدد كل الظروف ومارس كمان لعبة كرة السل لمدة 555 يوم لحد ما فاجئ الأطباء وقوة التحمل الكبيرة على القلب الصناعي اللي ركبه المهم يعني انه الشاب بدلوقتي بعد ما حقق الرقم القياسي بالقلب الصناعي مستني انه يعمل عملية زرع قلبه زي ما حضراتكم شايفين هو ده ستان لاركن اللي ركب هذا القلب يعني اعتقد ان ده خبر الحقيقة يعني ايجابي جدا وبيفتح برقة امل امام الناس اللي بتعاني من امراض لها علاقة بالقلب بابا 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 باب